بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اردوغان سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستقتلع شوكها بأيديها في ظل استمرار الدعم العسكري الامريكي للتنظيمات الارهابية في سوريا جاء ذلك في تصريحات ادلى بها اردوغان خلال لقاء مع الشباب في ولاية سامسون شمالي تركيا وقال اردوغان الولايات المتحدة ارسلت اربع الى خمسة الاف شاحنة محملة بالاسلحة الى شمال سوريا للتنظيم الارهابي ورغم حديثه عن ذلك مرارا وتكرارا لا يكترثون ابدا واكد انه ابلغ الجانب الامريكي بان تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة الامريكية ضمن حلف شمال الاطلسي الناتو وعلى الرغم من ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف الى جانب التنظيم الارهابي ذراع بكاكي في سوريا اذا سنقتلع شوكنا بايدينا فلا خيار اخر من جهة اخرى اشار الرئيس التركي الى ان وضع بلاده في الماضي كان مختلفا كثيرا عن اليوم فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية واوضح ان نسبة المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية كانت 20% فقط عندما تسلم حزبه العدالة والتنمية الحكم في البلاد وبين اردوغان ان نسبة المنتجات المحلية بلغت اليوم 80% وهذا يعني ان تركيا باتت تكتفي ذاتيا واكد ان تركيا تنتج اليوم الذخائر اللازمة لطائرات F-16 الحربية وكذلك الطائرات المسيرة المسلحة على وجه الخصوص وتابع والان اصبحنا ننتج صواريخنا بانفسنا وهذا الانتاج بالطبع يخيف اليونان واضاف عندما نتحدث عن صاروخ طيف تشعر اليونان بالخوف وتقول انه يستطيع ضرب اثنى ولفت الى ان هذا الصاروخ يمكنه فعل ذلك لان تركيا عليها ان تفعل شيئا ان لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات وواصلت خطواتها بشأن الجزر في بحر ايجا يذكر ان تركيا تقدمت في يوليو تموز 2021 بشكوى الى الامم المتحدة نددت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع الجزر الشرقية منزوعة السلاح في بحر ايجا ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته